في الفاصل هاخد منك الأسماء أستاذ عفل أسمع رأيك يا دكتور أنا رأيي فيه نوع من أنواع تقريبا من الدولة هي اللي بتصنع الأسماء وهي السبب الرئيسي في الأزمات المتلاحقة سواء للسلع أو حتى بالنسبة للدولار نوص صعب أنا كدولة أن أنا مش متفاهم وضع الحالي وصعب أنا كدولة أن أنا مش قادر أجاري المنظومة اللي حوالي أنا بساعة من الزي فبالتالي ده بيحدث نوع من أنواع الخلال على سبيل المثال لما نجي نتكلف مشكلة زي مشكلة العملة الصعبة أنا بقول عملة صعبة بلاش الدولار ليه؟ لأنني ما عندش أي نوع من أنواع العملات الأجنبية خلاص في مصر فبالتالي المشكلة مش مشكلة الدولار الريال جار عليه نفس الارتفاعات اليورو نفس الارتفاعات الجنيل أي عملة حتى خليجية دينار ديرها مش عارف سارع عليه نفس الارتفاعات لأن الدولار هو عمر التقويم يعني أنا بقوم الدولار لأي عملة أخرى فبالتالي المعادلة هنا بترسري على أي عملة تانية لما نيجي نتكلم من مصر كلها على بعضها نفترض أن الدولة المصرية بيتيجي تقول والله أنا كل الموارد بتاعتي السيادية وغيب السيادية هي تقدر بحولي 55 مليار ومش حط إيدي عليها 55 مليار ومش حط إيدي عليها تتتمثل في قناة السويس الجماركة تحولات المصريين جزء من الصدرات كل الحصيلة كلها اللي احنا بما فيها السياحة 55 مش دولة مش حط إيدي عليها طب أنا كدولة النهاردة وردتي بكام؟ الرسمي 80 مليار الغير الرسمي بيت مليار يعني أنا عندي شرطة قرابة حوالي 45 مليار دولار موجودين وأنا مش حاط إيدي علي 55 مليار التانية يبقى إزاي النهاردة أتخذ بعض الإجراءات في تحريك سعر الصرف إزاي أن أنا أقعد أضع في الجنيه كله شوية لما أنا أضع في الجنيه عندي صدرات بتقل لأن المكون الأجنب النهاردة بيتم بالفعل تقييمه بالدولار فالسعر بتاعي بيغلى فبالتالي ما بدلش نفس بره لأن السلعة بتاعتي أصبحت نهاردة سعرها أغلى من السلعة الخارجية بغير أن الجودة بتاعتي بتاعت المنتج المصري إذا كانت الجودة مش قادرة تنافس فكان زماني السعر هو اللي بينافس فأصبح النهاردة فيه خلل سواء في التصدير عشرات جيب العملة الصعبة أو حتى بالنسبة للجراءات الخاصة بالمشروعات العملاقة أو القومية اللي احنا بنتكلم عليها فأنا كدولة النهاردة استهلكت واستنزفت اللي احتياطي بتاعي الحاجة التانية اللي احنا لازم نتكلم عليها ونفهم برضو أنا كدولة النهاردة أصبح بقى عندي قرابة حوالي 2 ترليون ودايع في البنوك وعندي احتياطي ناقدي مش بتاعي احتياطي ناقدي مش بتاعي ليه مش بتاعي لما نيجي نحصر كده 19 ونص اللي هو أعلوهم أو أعلنهم ببنك مركز الأخير نحسب كده عندي 1 مليار ده وديعة تركية مستحقة عندي بـ 17 19 عندي وضيعة خالجية عندي سنة 20 وضيعة خالجية بخلاف 3 مليار الجوم الأخيرة يعني احنا بنتكلم في قرابة حوالي 11 مليار دولار من ضمن حزمة 19 أو 12 بالظبط ودايع مش بتوعي يبقى أنا كل اللي بتملكه هنا كيام 7 مليار 7 مليار ده شوية كله اتخذنا من البنك الدولي على صندوق التمويل الكويتي على الأفريكي على 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 وحطيت الحصيلة دي هنا بخلاف اني أنا عندي فيما يعادل حوالي 200 ألف دولار موجودين كدهب يبقى أنا النهاردة عايز احتياطي ولا عايز اقتنائدي احنا مش عارفين الجنيه ده بيسوي كامت في البنك المركزي أنا ما عنديش غطأ أنا عمل بطبع 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 وبقولي الاحتياطي كلمة احتياطي يعني أنا ركنه كده وقت الزنقى المخدة اللي أنا بس سنت عليه زي ما حضرتك قلت قبل كده تمام إذا ما أنا المخدة دي طب الورقة اللي معايا دي اللي فيها كذا لون دي قيمتها كام دلوقتي بالصول مصر قيمتها كام للإقتصاد اللي عمالي عاجزي بتاعه بيزيد كل شوية قيمتها كام للدين الخارجي اللي عمال بيزيد كل شوية قيمتها كام للإستنزام بتاعings الموازن اللي عمال بيزيد كل شوية قيمتها كام من ناحية المواطن اللي أنا عمال بقوله واللهأسر داخل وزيادة 56 مرات في ال-54 سنين الفات والقوه وشراء انخفضت دولار اتفع أمام الجنيه 300% فبالتالي داخل المواطن النهارده نخفض وتآكل حتى لو فيه صورة زيادات فبالتالي أنا النهاردة كدولة أنا صناعة الأزمة بنفسي ما جيش هطلع قانون مجل الشعب غير مدروس وأرجع تاني يقوله غير مدروس وأجع عقب شركات الصرافة اللي هي مفروض ده بتساعد على جلب الدولارات للسوق الرسمي أو للدولة المصرية أو حتى القرارات اللي خادها البنك المركزي يعني القرار بتعغلق شركات الصرافة ده قرار غلق طبعا الصناعة النهاردة أصبح ديليفري احنا خرجنا بره توفير العملة بخلاف ايه سحبت جزء شريحة كبيرة جدا من السوق على القالي كان بتعرض فاختاف العرض وساعتها كان ساعتها كامل لما شركات الصرافة قفلت كان الدولار كان بكامل كان بعشر أول ما شركات قفلت الدولار ايه اللي حصل بقى 12 بقى 13 وصلنا 14 وصلنا 15 احنا يا جماعة مين سبب فيه خمس سلاف أسرة دلوقتي قاعدين في البيت الخمس سلاف دول أكسم بالله العظيم لو طلعوا الناس زيان لغاية دلوقتي قاعدين في بيوتهم ما بياخدوش مرتباتهم الناس زيان لو طلعت اشتغلت عند المستوردين لا اوه زي ما الدكتور قال مش قاعدين في البيوت دولارة يشغلين ديليفري بعدهم يعني بعدهم شغل ديليفري دخل في الصناعة بنتمهم عارفين المستوردين المستورد أيقض يعمل له جواب من عنده إن هو شغال عنده في شركته ويروح البنك يجيب الدولار اللي هو عايزه من العميل وحد شدر يكلامه من قانون ولا قانون ولا أموال عامة ولا كلام من ده خلاص قانون رسمي من حطوره سمحت لي كبنك مركزي إن المستورد يجيب أو يتصرف باللغة البلدي كده في الدولار ويجيب حطوره في البنك فالبنك التجاري ما بيديش يجي يقوله طبعات لي مثلا مليون دولار يوم راجل رايح السوداء ويجيبه أنا النهاردة أطلع جواب فعلا للدليفري ده اللي بيجيلي أو للطيار اللي سموه دلوقتي تبقى طيار تمام يحط لي الفلوس دي في حساب بإسمي وخلاص بخير أنا وفرت العملة الصعبة كمستورد والراجل اللي حطي لي الفلوس بقى شغال رسمي وبالقانون تمام وبتصريحات البنك المركزي وكله بالقانون كله بيتربح في مصر بالقانون وكله بيفسد في مصر بالقانون وكله بيهرب بمصر بالقانون وكل حاجة عندنا في القانون اللي دخل الإنجليز مصر خرج بالقانون واللي مش عارف في إحنا عندنا مشكلة إن إحنا ما عندناش فكرة وما عندناش رؤية إحنا راحل فيه لما نيجي النهاردة نيجي نتكلم على سعر تعوين أو تعوين كمية الجنيه أنا بيخرج الجنيه الرئيس الوزراء أو الوزير التجارة أو حتى محافظ البنك المركزي ما ينفعش أصرح إن أنا عايز أخفض ولا أقدر أن أنا عاول ليه؟ أنت بتصنع النهاردة حالة هرجالها في السوق أي واحد النهاردة ما يفهمش يكتصد طيب لو إلا أنت شانيا وعلا